فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله قد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية فإنه رضي الله عنه هو الذي استحالت ذنوب الإسلام بيده غرباء نعم عمر رضي الله عنه له توقعات وفراسة اختص بها رضي الله عنه حتى قال صلى الله عليه وسلم كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فهو عمر ابن الخطاب وقد وافقه القرآن في مسائل رآها فنزل القرآن بموافقتها مثل حجاب النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومثل قتل الأسرى في بدر عدم قبول الفدية منهم فله موافقات فله موافقات كثيرة رضي الله عنه مما يدل على فضله وحنكته وفراسته الصادقة وسياسته الموفقة في خلافته رضي الله عنه ومن ذلك أنه فطن لهذه المسألة لأنه لو جعل الصخرة بينه وبين الكعبة لأوهم ذلك أنه يستقبل الصخرة فتجنب هذا الشيء دفعا لهذا الإيام وإن كان لم يقصد هذا موسيقى موسيقى